أنت كدبلوماسي وسياسي بعيداً عن رأي بريطانيا، رأيك الشخص أريده باطلاعك على الوضع العراقي، برأيك من الحكم المناسب له، حكم الديمقراطي والملكي؟ برأيك الشخصي؟ حالتك قالت أنه في بريطانيا عندنا العائلة الملكية وأيضاً عندنا الديمقراطية فنظرياً ممكن أن أي بلد مثل بريطانيا عندنا الاثنين بس بشكل هنا في رأي شخصي في نظام ديمقراطي وأيضاً وأيضاً الحكومة البريطانية وأكيد أني سفير، نحن ندعم وأني أدعم فكرة نظام ديمقراطي بس في نفس الوقت لازم أكون في تحسين في مستوى الحكم في البلد خاصة مع مهاربة الفساد، خاصة مهم أن الحكومة عندها السيطرة على السلاح المنفلت وأيضاً هناك شيء أساسي جداً في أي بلد ديمقراطي في العالم، بريطانيا، فرنسا، أمريكا، أساسي أنه ستكون في تنفيذ وتطبيق حكم القانون بدون هذا ما في ديمقراطية، ما في نظام ديمقراطي، طيب فمهم أنه في تركيز على هذا الموضوع في الرأي حتى في السلاح المنفلت، أيضاً أمريكا بلد ديمقراطي ومؤسسة ديمقراطية ما بعد فرنسا مؤسسة ديمقراطية أمريكا ما بعد فرنسا، لديه أيضاً سلاح منفلت، نشوف أنه في تظاهرات عادية نشوف نالك سلاح منفلت نشوف نالك دائماً تكون محاولات قتل يعني ما أعرف كيف يتم السيطرة على السلاح المنفلت؟ أنا كنت ساكن في أمريكا لأربع سنين، في نيوك، قبل أني نقلت إلى باكداد، أنا لا أعتقد أن هناك نفس المشكلة في أمريكا المكرنة في الأرق، ما في سلاح منفلت، ما في فسائل المصلحة خارج سيطرة ما في مثلاً، ما في حجمة السوريخ في أي مدينة في أمريكا، فما في نفس المشكلة ربما هنا، يعني في العراق مجاميع مسلحة، سلاح منفلت، وفي أمريكا شخص مسلحي، يعني كشخص يمتلك السلاح أكيد، صحيح أن هناك تحديات مع السلاح في أمريكا، وفي فرق بين بلطانيا وأمريكا في هذا المجال، صحيح، ما في نفس المشكلة مع الفسائل المصلحة خارج سيطرة في الدولة، وللأسف في الأرق، هذه الفسائل المصلحة كوية جداً، عندهم سلح، عندهم سيطرة على الناس، وعندهم وجود في مناطق كثيرة في البلد، فللأسف في تحديد كبير من هذا الفسائل، وفي العراق أو في أي بلد مهم وأساسي أن الحكومة أن تسيطرة على السلاح منفلت،